في كتاب قرأتها مؤخراً وجذبني جداً بسبب عنوانها وهو كتاب الإيجابية السامة بقلم ويتني جودمن وهي معالجة نفسية ومالكة مركز الاستشارة التعاونية وظهرت أعمالها في عشرات من المنشورات والبرامج بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز وتين بوغ ومجلة نيويورك وإنستايل ومن خلال كتابها بدأت تحارب نظرية الإيجابية السامة أو المشبورة يوضح الكتاب طرق عديدة اللي تلحق بها الإيجابية السامة ضرر بالأفراد والمجتمعات ويقدم الكتاب اقتراحات عملية لمساعدة أنفسنا والآخرين طيب الكتاب المين؟ الباحثون عن السعادة؟ الأشخاص اللي يريدون دعم أحباءهم في الأوقات الصعبة؟ أو أي شخص يتدمر من عبارات مثل فقط فكر بإيجابية؟ طيب خلونا نتناقش إيش هي المشكلة اللي تطرحها الكاتبة؟ المشكلة هو لو أن التفكير الإيجابي وحده قادر على طرد كل المشاعر السلبية ويؤدي إلى حياة مضمونة النجاح والسعادة لكنا كلنا بخير وفي الولايات المتحدة هذه هي الكذبة يصدقها الكثير من الناس وفي ضغط مستمر لكي نكون إيجابيين ولكن في الواقع هذا يجعلنا نشعر بالسوء من أهم دروس الكتاب هو أن حتى مع أفضل النواية يمكن أن تصبح الإيجابية سامة تخيل معي اكتشفت للتو أنك فقط وظيفتك لا سمح الله أنت منسعج وخايف ومدعور وما عندك أي فكرة إيش ناس ما تسوي الحين يمكن قاعد تسولف مع صديقك عشان كذا تشعر بتحسن تبيت داعم وتأكد أن شعورك صحيح رح يعرف صديقك إيش يقول فتقول له أنا فقط وظيفتي وش يقول صديقك حسناً يمكن هذا يكون أسوأ وعلى الأقل رح يكون عندك الحين الكثير من وقت الفراغ تذكر في الأمر كتجربة تعليمية هل تحس بتحسن الآن؟ لا أظن تعود استجابة صديقك مثالاً كلاسيكياً على الإيجابية السامة لحسن الحظ هذه المحادثات تحدث طوال الوقت أنت شارك مشكلتك ويقول لك أحد انظر إلى الجانب المشرق نيتهم جيدة جداً لكن ردة فعلهم يمكن تخليك تشعر بسوء الفهم والبعد عن الشخص الآخر يمكن تحس أنك أسوأ حتى من أول تميل الإيجابية السامة إلى أن يكون لها هذا النوع من التأثير بعد كل شيء يطلق عليه سام لسبب المؤلفة وتني في متصف العشرينات من عمرها أدركت أنها منهكة من التظاهر بالسعادة طوال الوقت وباعتبارها معالجة سرعان ما اكتشفت أن مطالبة عملائها بالتركيز على التفكير الإيجابي والعواطف غير فعالة على الإطلاق وتساءلت إيش قاعد يصير؟ ليش ما نقدر نكون صادقين بشأن أحساسنا؟ وماذا لو كانت أنواع معينة من الإيجابية ضارة بالفعل؟ بالمناسبة وإني مبأو الشخص يتحدى فكرة الإيجابية انتقد الأكاديميون الباحثون مثل بيل هوكس بالفعل السعي وراء السعادة والإيجابية ممكن يكون ضار أشاره إلى مدى الضرر اللي ممكن تسببه هذه المواقف سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمعات المهمشة في الواقع يعود الانتقاد الإيجابية السامة إلى بداية المشكلة كان عالم النفس الأمريكي ويليام جيمز يدق أجراس الإنذار في القرن التاسع عشر لذا فإن الإيجابية السامة ومنتقديها ليسوا بالأمر الجديد ولكن حان الوقت عشان نأخذ المشكلة على محمل الجد لأن من يعاني شخص ما آخر شيء يحتاجه هو الضغط عليه ليكون إيجابيا أن فكرة أن الإيجابية يمكن أن تكون السامة تجعل الناس غير مرتاحين ونشرت وتني منشرت على الإنترنت تنتقل ثقافة المشاعر الجيدة فقط يمتلأ صندوق بريدها الإلكتروني برسائل مريبة وغاضبة في بعض الأحيان كيف يمكن أن تكون الإيجابية السامة؟ يمكن أن تتفكر بنفس الشيء وهو أمر طبيعي تماما قبل أن نكمل خلونا نوضح بعض الأمور بالطبع الإيجابية يمكن أن تكون مفيدة وأكيد هي ليست سامة بطبيعتها وجهة نظر ودني هي أن الأمر يمكن أن يصبح ساما حتى عندما يكون لدى الشخص أفضل النواية لما كانت ردة فعل صديقك على خبر فقدان وظيفتك بالقول ممكن أن يكون أسوأ في بنواضح أنه كان يحاول تقديم المساعدة لكن كان ردة فعل تقليديا وحس النية ونية مهمة بالطبع ولكن في بعض الأحيان التأثير كمان مهم أكثر وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعامل الناس مع مشكلة خطيرة تغير حياتهم حسرة، مرض، الموت كيف لازم تتفاعل مع شخص يمور بوقت صعب جدا إليك ما لا ينبغي قوله حاول أن تكون ممتنن بما لديك أو كل شيء يحدث لسبب طبعا الحمد شيء مهم جدا والرضا شيء مهم جدا ولكن لا بأس أن نشعر بالألم لفترة معينة هذه التعبيرات اللي نستخدمها غالما في محاولة التشيع والراحة في عائلة كثير سماعت هذه التعبيرات من الأشخاص اللي تعرفهم وكانوا يمرون في مأساة رهيبة كانت اسمها العائلة فرناند ديس هما من عملاء ويتني في إحدى الأيام جاءت هذه العائلة لجلسة علاجية طارية توفي ابنهما البالغ من العمر 23 عاما بالسبب حادث وكانوا جميع الأفراد في حالة صدمة كان هناك الكثير من الألام وقالوا لويتني أنهم ذهبوا إلى المعبد حيث كانوا يتعبدون أحيانا بحثا عن الدعم وبثل أعضاء الجماعة اللي حولهم أقصى جهت لتقديم الدعم وأخبروا على العائلة أن ابنهم في مكان أفضل وأن كل شيء يحدث لسبب ما وهذه كلمات صحيحة وحسنية لكنها ما كانت مفيدة نفسيا في ذيك اللحظة وبدأ من ذلك حس كل أفراد العائلة بارتباك وكأنهم قادرين يرتكبون خطأ في الحزن بطريقة أو بأخرى لذا اختيار كلماتنا في الوقت المناسب مهم جدا فكر شوية معيني لحظة عندما يموت طفل شخص ما فجأة كيف يمكن أن توقع منه أن يضيف لمسة إيجابية للموقف وطبيعة الحال فإن الوفاء أمر مأساوي وهي واحدة من أصحب المواقف اللي ممكن يواجهها أي شخص فما في مكان ولا مجال الإيجابية المجبورة وهذا النوع من الإيجابية غير مفيد وغير فعال وفي زي مواقف أخرى مثلا امرأة يعاني من العقم رجل يعاني من مرض مزمن أو شخص قد يتحاول يتصالح مع طلاقه فمن فضلك لا تخبر أي من هؤلاء الأشخاص أن معلش تفائل لأن هذه اللحظة يحتاجون أنهم يمرون بالألم يخضون العبرة صحيح مرة صعب معرفة إيش ممكن نقولها أحيانا وما في نص مثالي لكن ويتني عندها بعض الاقتراحات لما يقول لك شخصا ما عن مشكلته استمع استمع جيدا وانصد واعترف بألمهم وانتبه له تقدر تقول صح هذا صعب جدا أو أنا آسف لأنك تمر بهذا في الأساس فقط كن هناك لأجلهم ممكن حتى تقول ما عرف أشي أقول بس أنا هنا لأجلك في النهاية هذا أي أحد يحتاج يسمع في الأوقات الصعبة إجبار الناس على أن يكونوا إيجابيين يجعلهم في الواقع غير سعداء ينفق الأمريكيون كثير من الوقت والطاقة والمال في السعي وراء السعادة أكثر من أي بلد آخر ومع ذلك لا فرق الهوس بالسعادة والإيجابية ليس حل تظهر نتائج المسح الاجتماعي العام أنه لم يطرأ أي تغيير عن مستويات السعادة في الولايات المتحدة منذ عام 1972 أن العيش في المجتمع تسوده الإيجابية السامة أمر مرهق في المواجهة المشاعر السلبية والمواقف الصعبة التي تعد جزءا طبيعيا من الحياة صعب جدا أن تظل إيجابي طوال الوقت قلكم قصة عن إمرأة تدعى توري توري تقرأ كتب التطوير الذات كثيرا وتقوم بإعداد قوائم الامتنان اليومية ومرأتها مغطاة بملاحظات لاسقة تخبرها بمدى روعتها هدفها في العلاج هو السعادة تظن توري أنها لازم تكون سعيدة لازم تكون ممارساتها الإيجابية ناجحة ولكن اللي قاعد يصير العكس على الرغم من بدل قصار جهدها فإنها غالبا تشعر بالحزن أو التوتر ومن ثم الذنب إيش الخطأ اللي قاعدت تفعلها؟ لماذا لا يمكنها أن تكون سعيدة طوال الوقت؟ إن سعي توري لتحقيق السعادة جعلها تشعر بالإرهاق حتى أنها أخبرات ودني أنها تشعر بالفشل عندما تفرض الإيجابية على الناس فإنهم غالبا ما يعلقون بما يسمى دوامة العار في الأساس تشعر بالحزن ويطلب منك النظر إلى الجانب المشرق أو شيء من هذا القبيل أو تقول لنفسك لازم أصير إيجابي وفي كل الحالتين النتيجة هي أنك تشعر بالذنب لشعورك بالحزن يمكن أيضا محاولة قمع حزنك وهي فكرة فضيعة يؤثر الأمر سلبا على مزاجك وصحتك تظهر الدراسات العلمية أن كبت العاطفي يمكن أن يسبب توتر لذا لا بأس حقا أن تشعر بالحزن أحيانا إنه في الواقع أفضل لك من الواضح أننا نريد تجنب الإرهاق العاطفي ودوامة العار والمشاكل الصحية لقد رأينا كيف يمكن أن تكون الإيجابية سامة طب أش هو البديل؟ كيف نتعامل مع المشاعر السلبية؟ تكلمنا عن بعض الطرق لمساعدة الأشخاص من الاستماع بعناية والاعتراف بأن الموقف صعب لكن خلونا نحللها حقا وفقا لودني دعم الآخرين يتضمن أربع مكونات أساسية الفضول الفهم التحقق والتعاطف هذه كلها صفات عظيمة لكن ماذا يقصدون من ناحية العملية؟ إليك كيفية الرد على صديق يخبرك بمشكلته ابدأ بإظهار الفضول والاهتمام استمع جيدا واطرح الأسئلة المفتوحة مثل هل يمكنك أن تخبرني المزيد عن ذلك؟ تذكر الإشارات الغير لفظية مثل الإيماء والتواصل البصري مهمة أيضا تريد أن يشعر صديقك بأنه يحظى بكامل انتباهك بينما تستمع حاول أن تفهم سبب شعورهم بهذه الطريقة يمكن أن تقول أفهم سبب ردة فعلك بهذه الطريقة بمجرد قيامك بهذا فقد أظهرت أيضا التعاطف وطورت منظورا أكثر تعاطفا ويشعر صديقك بالدعم هذا هو الهدف هذا هو البديل الإيجابية السامة اشعر بمشاعرك ومارس القبول الجذري وتوقف عن مطاردة السعادة والآن ربما تتساءل ماذا عني؟ أن تعرف كيف تدعم الآخرين دون اللجوء الإيجابية السامة ولكن ماذا عن مشاكلك الخاصة ومشاعرك الصعبة؟ غالبا ما ستواجه مشاعر سلبية في حياتك لأنك إنسان التجنب لا يعمل لقد رأينا أيضا ماذا ضرر يمكنه أن يحدثه القمع لذا هذا مبخير بدلا من ذلك حاول أن تشعر بهذه المشاعر اشعر بمشاعرك في بعض الأحيان تقدم وتني هذه النصيحة لعملائها هما يلاقون الموضوع صعب في البداية إيش يعني؟ اشعر بمشاعرك في الأساس عليك أن تسمح لنفسك أن تمر بالتجربة بالكامل من البداية إلى النهاية اسمح للشعور بالارتفاع والدروة ثم الانخفاض يحذاج جسمك إلى المرور بالدورة كاملة حتى يتمكن من تجربة المشاعر ومعالجتها لذا عندما تشعر بشعور صعب لا تهرب منه اسمح لنفسك أن تلاحظ الشعور وتتعرف عليه قم بتسمية المشاعر إذا استطعت أعطه اسمن هل هو قلق؟ ضغط؟ مهما كان الأمر مرة أخرى لا تهرب منه بل التزم به الخطوة التالية هي محاولة تجربة المشاعر بجسمك هناك طرق عديدة للقيام بذلك مثل التنفس العميق أو البكاء أو التحدث أو التعبير الإبداعي أو ممارسة الرياضة أو حتى مجرد الجلوس مع المشاعر اشلس معها دعها تصل إلى ذروتها ثم تمر هذه مهارة مفيدة يمكنك تطويرها بالممارسة في النهاية حان الوقت للتخلي عن البحث عن السعادة والتركيز على شيء آخر شيء أكثر واقعية وأقل احتمالاً أن يؤدي إلى خيبة الأمل يجب أن نهتف إلى عيش حياة مدفوعة بالقيمة قرر ما هو مهم بالنسبة لك وعيش وفقاً لقيمك الشخصية مهما كانت يمكن للأشخاص الذين لديهم قيم راسخة أن يحكموا على الموقف وفقاً لمعاييرهم لا يتعين عليهم الاعتماد على مقياس واحد يناسب الجميع وسيعيشون في النهاية حياة أكثر إرضاءاً أن الضغط من أجل التفكير الإيجابي ضار لأنه يؤدي إلى شعور بالدم والقمع العاطفي إن ثقافة الإيجابية السامة لها تأثير سلبي بشكل خاص على المجتمعات لأنها تدعم الأنظمة القمعية ويتعين علينا أن نتوقف عن فرض الإيجابية وأن نبدأ بدلاً من ذلك في إدراك أن السلبية العرضية تشكل جزءاً لا مفر منه من التجربة الإنسانية